ترجمة نانسي قنقر للاتجاه بالأقمار الصناعية المكعبة باستخدام الشريحة الإلكترونية وتتميز الخوارزمية المستخدمة بدقتها العالية في تحديد اتجاه القمر الصناعي وسرعته الدورانية حيث تم تطبيقها على أيدي مهندسي الفضاء من متسبي الهيئة لزيادة سرعة استجابتها باستخدام خاصية المعالجة بالتوازي مع الحفاظ على مستوى استهلاك طاقة كهربائية منخفضة هذه المشاركة أتاحت لمنتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تعرف على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة المستخدمة في مجال علوم الفضاء بما يسهم بنقل هذه المعرفة وتطبيقها في مشاريع الهيئة المستقبلية ترجمة نانسي قنقر